شوف يا حبيبي بس عشان نكون بالصورة واضحة طرع في بعض الحسابات الوهمية والمعجورة طرع لازم نحص كلام هذا ببالنا يعني اي تغريدة لمعالي تركيا للشيخ طرع في بعض تحصلهم تخش الحسابهم تعرف انت اشتوجهم فهذه لازم الناس يعني يضعوها في الاعتبار لكن انا اقول هذا يعني العمل اللي بيقدموا معالي استاذ تركيا الشيخ لا احتاج مننا مجاملة ولا احتاج مننا اننا نشيد بي لان العمل واضح امام الناس يعني تخيل الاندية لو ما في الرجل بعض الله سبحانه وقيالتنا رشيدة طبعا لو ما في هذا الرجل وهذا الدعم كم من المشاكل المالية والقضايا الموجودة التي كانت تؤدي الى عواقب وخيمة للاندية السعودية ترى ما اتكلم على الاندية معينة اتكلم بشكل عام كل الاندية السعودية عليها قضايا من الفيفا تخيل لو في قضية ولا اثنين وثلاثة واربع قضايا على الاندية السعودية ايش يكون وضع الكرة السعودية وسمعة الرياضة السعودية والكرة السعودية والاندية السعودية عالميا هيكون سيئة جدا الآن هو بعرج يعني انت تتخيل مشكلة عند الشباب مشكلة عند الابتهان مشكلة عنده الأهل مشكلة عنده الهلال مشكلة عنده النصر هو ولا عالية ولا لو لا الله ثم الرجل هذا كان موجود كان احنا عشنا صراحة مآسي 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 كبير جدا فأنا أقول يجب الآن أن نكون صف واحد لدعم هذا الرجل ومساندته لأنه في النهاية في النهاية هينعكس كل هذه الأمور الإيجابية على رياضة قوية تخدمنا كشباب وكرياضين أنا مني شباب مع الشياب تخدم الشباب وتخدم أحفادنا إن شاء الله ولادنا إن شاء الله في الاستفتاء المليوني اللي قام معالي رئيس الهيئة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأرقام حتى الآن طبعا الاستفتاء يقول من أكثر الجماهيرية أو من أكثر الأندية جماهيرية في الدوري السعودي المحترفين من ثلاثة أيام بدأ وبقى إلى ثلاثة أيام واربع ساعات تقريبا ثلاثة ثلاثين بالمية من المصوتين قالوا الهيلال ستة بالمية الأهلي نرسل أربعة وثلاثين بالمية وهم الأغلبية الاتحاد بسبعة وعشرين بالمية عدد المصوتين حتى الآن مليونين وخمسمية وسبعة وأكثر من سبعة وثلاثين ألف مصوت ومستمر لمدة ثلاثة أيام وأربع ساعات باقية من الآن بنشوف من الجماهيرية الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي فاصل مشاهدين ومستمعين نرسل أربعة وثلاثين